السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس دياليد في الفيديو تعالية مرحا نديلكم لمحلبي هادا الديسر هادا التقليدي هادا اللي نحبوه بزاف واقتصادي ونقدر نقول لكم صحي بسك يعني ما فيش عفايس لأبار السكر بانسور ما فيه الروز فيه الحليب عفايس ملاح يعني ويجيب منين بزار نخليكم تشوفوه ان شاء الله يعجبكم هنا كنت وجهة المقادر عندي ربعة مغارف كبارة عروز بيض مرحي مرحي ملاح وغبرة نزيد له ربعة مغارف حتى لخمسة مغارف كبارة عزكور على حسب الحلاوة ونزيد له نصر ثلاثة حليب نخلطهم بالفوي ونحطهم فوق النار ونقعد نخلط ونقعد نخلط فتاوين هادا الخالطة اعقد لي المحل البي يعني كما شتو سهل بزاف ولو بلي بارت على الناس يعرفوا يدعوه وانا يعجبني بزاف المحل البي ما كدبش عليكم فرمضان يعني ما القينادوك لدي ساليداتهم لكم من قبل مي المحل البي بقى هو البريفير المحل البي يعني لازم ناكله في رمضان وما قدرش نفوت يومين لا ناكل المحل البي المحل البي اعتبر الخالطة اعقد لي كما رأيك تفيت على النار نروح نجيب المازهار هنا تحبوا تطوير مغرفة كبيرة على مازهار تحبوا زوج تحبوا احد ثلاثة انا نحب المازهار يكون قاسح في المحل البي سننضيف ثلاث مغرف كبار نزيد هام ونخلط المحل بتاع دكارة هو جد بقال وغير نفرغ في الكيسان او لان تماما حبيثت تديره وبعدد من الفوق بيانسور كما عليك الى الأبال لكم يحل بي معروف بالقرفة يعني الديكوراسيون غير بالقرفة من الفوق ولا يعني تقدروا تزيدوا العفاية لازم زيدوهم لهم ونرى ما يبرد ندركوا هذا الكيسان نضيه القرفة من الفوق وبعد كيبرد شوي يدفى شده روحه ونزيدوه تحبو زيدوه للوز أو مكسارات تماما حبيثت تزيدوه قصة المختلفة ديقوراتي كيف تطمينة ومخلبي كيف نقوم بخط بالطول وكيف مقتل الكمور نضع لهم حبيبات تعلوس وليس مكان المخلبي تصح تراديسيوني غير بالقرفة يجب أن يدخل المحلبي برد بيان في الفريجي دار يجب أن يدخل المحلبي كالبارد لأنه لا تستبنوه كامل هذا هو كيف يأتي فريمون يأتي بزاف بلين إن شاء الله هذه الوصفة تعليم تكون أعجبتكم وإذا أعجبتكم لا تنسوا الوصفة تابعوني وطاك تيفي ولكلوش بشي لحقوكم كامل الوصفة التوعية ويجب أن نقول لكم الصحافة في طوركم وسلام